اليوم آخر جمعة من شهر شعبان وإذا طللك هذا المقطع في هذا اليوم والله أنك محظوظ لأن الله اختارك من بين الناس لخدمة ضيوفه في أول ليالي رمضان في المسجد الحرام لا تسوي اسكب ترى الصدقة في يوم الجمعة كالصدقة في رمضان قال ذلك ابن القيم رحمه الله تخيل شخص يطوف ويسعى طول النهار في حرارة عالية هو صائم طاعة لله وإذا جاء وقت المغرب يدور أي شيء يسد فيها الجوع وحينها سيجدك أنت قد قدمت له وجبة تسد جوعه فيها فيكون لك مثل أجري تماما تخيل يعني جيك مثل أجر بالضبط بدون أي تعب منك أعظم عمل في رمضان بعد الواجبات إفطار صائم وأجمعت الأمة على أنه خير الأجور في رمضان فكيف إذا كان الصائم في الحرم وكيف إذا وافقت أعظم الأيام والوقات مع أعظم الأماكن وكيف إذا وافقت معتمرين مسافرين وصائمين تخيل كل اللي راح تهم في إفطارهم راح يرفعون أيديهم بجانب الكعبة يدعون لمن فضطرهم وتتغير حياتك من وإيلا قلت هذا العمل راح نستعد فيه أن أياكم رمضان ونتذكر هذا المشروع إن شاء الله بالجنة الوجبة قيمتها 15 ريال ويقبل من ريال واحد وانت شارك بالإتحاب يبقى لك بآخرتك الرابط بالبايو واللايكتب أجركم وتراه والله فرصة ثمينة وغنيمة عظيمة فبادروا وغتنموا الأجور وهذه فرصة من الله لك للفوز بجنته ورضوانه